اجراءات تأديبية بحق مدير سجن المحل رأس الماء بفاس على خلفية تسجيل صوتي منسوب إلى حديث جناء دولياً وبالعراق سقوط ثلاثة قتل بين متظاهرين حاولوا اقتحام القنصلية الإيرانية بكربلاء اما في الرياضة فريق أولمبيك السفية تعادل مع تراجي تونسي في دور ثموني نهاية بطولة كاسي محمد السادس للأندية العربية الأبطال عمتم مساء المشاهدين واهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناتكم كاب فانكاتخ تيفي بتانشا أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الاثنين بأنها قامت في ارتباط بتسريب ونشر تسجيل صوتي لأحد السجناء المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع خلصت نتائجه إلى وجود تقصيراً مهنياً جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة والذين اتخذت في حقهم لذلك الإشراءات التأذيبية المناسبة وأبرزت المندوبية في بلاغ لها أنه في نفس السياق وبعد ثبوت قيم مشوعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد وتنطع في وشه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر قررت المندوبية العامة اتخذ قرارات تأذيبية في حق هؤلاء السجناء حيث قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة ووضعهم في زنزين التأذيب الانفرادية ومنعهم من زيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوماً وذلك تطبيقاً للقانون وحفاظاً على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وفي خبر آخر اضطر القطار الرابط بين مراكش وتنجا توقف بعد انطلاقه من محطة الوزي سمس الأحد حوالي ساعة الحادية عشر ليلاً وأربعين دقيقة وذلك على إثر ملاحظة اشتعال حريق بمرحاض إحدى العربات بلغ للمكتب الوطني لسكك الحديدية ذكر اليوم الاثنين أن فرق المكتب انتقلت على الفور إلى عين المكان حيث تم إخمض الحريق عشرين دقيقة بعد اندلاعه باستعمال وسائل المكتب وتدخل رجال المطاف مضيفاً أنه لم يسجل أي جريح من بين المسافرين وأكد أنه تم تقديم كل المساعدات للمسافرين مع وضع رهن إشارتهم قطاراً آخر لمواصلة رحلتهم نحو وجهتهم المصدر ذاته شاريلاً الأبحاث متواصلة لمعرفة أسباب اندلاعي الحريق وفي الشأن الحزبي نظم حزب البيئة وتنمية المستدامة على مدى يومين برباط وبشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء دورات تكوينية شهوية لفائدة مناضلات الحزب مرسل كاب فنكاتختفي من الرباط نوردين مشاهد تابع الموضوع وأعد لنا الروبورتاج التالي هذا اللقاء الأولي هو انطلاق دورات تكوينية التي ستشمل جميع جهات الملكة لديه دوافع ذاتية ما تبطى بطبيعة الحزب وموضوعية ما تبطى بسياق العام ذاتية أن الحزب منذ المؤتمر الآخر خضع لعاتقه أنه ينفتح على جميع الكفاءات الوطنية خصوصاً عن النساء والموضوعية مرتبطة بوضعية المرأة في المغرب بكل ما قيل وكل ما هو مصطفى القوانين في الدستور موجبت خطابات المرأة المغربية تعزف على السياسة لأسباب ذاتية مرتبطة بوضعية تداخل الأسرة الهشة ومرتبطة أكيد بسياق عام مغربي اللي بقى المرأة فيه مخدتش المكانة الحقيقية ديالها بعيد على الخطابات المرتبطة بالمرأة نصف المجتمع وما إلى ذلك فالمرأة المغربية خصتها تدخل غمار سياسة ولكن المرأة كجميع المواطنين فقدوا الأمل في الحزب السياسي وبصفة عامة وفقدوا الأمل في العمل السياسي وفي هذا السياق نريد أن نزرعه بضلة أمل لدى النساء ولدى جميع المواطنين المغربة بأنه لا يمكن أن المغرب يتبنى بوحده خصوص جميع السواعد خصوصا سواعد النساء والشباب وفي هذا الإطار تبنينا برنامج دفعة جديدة لكي نحاول أن نفتحه على جميع الطاقات والكفاءات الحية الآن ننتقل إلى شأن الدولي حيث أدت اشتباكات بين محتجين عراقيين وقوة الأمن ليلى الأحد الأثنين أمام مبنى القنصلية الإيرانية بمدينة كربلاء جنوب بغداد إلى مقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص حسب ما أعلنت مصادر طبية وأطلقت قوة الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه متظاهرين حاولوا إحرق مبلغ قنصلية إيران التي يتهمها المحتجون بأنها خلف النظام السياسي العراقي الفاسد الذين يطالبون بإسقاطه رفع المتظاهرون العلامة العراقية فوق الكتل الإسمنتية المحيطة بالمبنى القنصلية الواسع حيث يرفرف عالم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكتب المتظاهرون على الجدار الخارجي كربل حراء إيران بره فيما ألقى آخرون أمام أنظار قوة شرطة الحجارة وقناني النيران حيث اتجهت نحو القنصلية وإشعل آخرون إطارات سيارات حول القنصلية وعند أحد أبوابها ويعتبر المحتجون إيران دعم الرئيسية للأحزاب السياسية ونظام الذي يتهمونه بالفساد وفي أشأن الدول دائماً وفي تطورات الأوضاع في لبنان وصل المتظاهرون صباحاً اليوم الاثنين في الأسبوع الثالث على التوالي تحركهم ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد وعمد البعض إلى أغلاق طرق رئيسية للضغط أكثر على السلطات ومنذ ساعات الصباح الأولى توجه عشرات شبان وشبات إلى وسط بيروت وعمدوا إلى أغلاق جسر دينغا الرئيسي بجلوسهم في منتصف الطريق وآخرون أغلقوا الطريق الدولي بين بيروت وصيدة جنوباً بالحجالة والرملة وتكرر الأمر في مناطق عدة في شمال وجنوب لبنان كما أغلقت مدارس عند أبوابها مشدداً بعد أسبوعين من انقطاع طلاب عن المدارس نتيجة حالة العصيان في الشارع ضد سلطات من جهته تعهد رئيس لبناني مشال عون بمحاربة الفساد وتحسين الاقتصاد وبناء دولة مدنية دعي أن اللبنانيين في خطاب بث أمس الأحد إلى التوحد رافضاً أن تكون هناك ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد أخرى مشاهدنا إذن من الأخبار الدولية إلى الأخبار الرياضية تعادل فريق أولمبيك أسافي مع فريق تراجي تونسي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بينهما مسامس الأحد على أرضية ملعب المسيرة بأسافي برسم ذهاب دور ثم نهاية بطولة كأس محمد السادس للأنديات العربية الأبطالة وسجل هدف فريق تراجي تونسي لعب حمد الهوني في دقيقة الثالثة وثلاثين فيما عدل النتيجة لفريق أولمبيك أسافي محمد المرابط في دقيقة الخامسة وثمانين وعرف اللقاء الذي أدره الحكم العراقي علي صباح عدي ترضى لعب فريق تراجي تونسي محمد علي العقوب في دقيقة الخامسة وثلاثين وستقام مباراة الإياب بين فريق أولمبيك أسافي وتراجي تونسي بملعب رادس بتونس العاصمة يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري وفي أخبار رياضة دائما واصل لستر سيتي نتائجه لافتة في بطولة الدورية لنجزي لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثالث على التواليف المسابقة عقب فوزه الثمين والمستحق بهدفين دون رد على مضيفه كريستال باناس أمس الأحد في المرحلة الحادي عشر من البطولة وارتفع راسيدو لستر الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الستة الأخيرة بالبطولة إلى ثلاثة وعشرين نقطة ليرتقي للمركز الثالث في ترتيب المسابقة متفوقا بفريق الهداف على تشيلسي المتساوي معه في الرصيد نفسه الذي تراجع للمركز الرابع في المقابل تجمد راسيدو كريستال بلاس الذي اتلقى خساراته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات عند خمس عشرة نقطة في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مبارية المرحلة إذن بأخبار الرياضة كالعادة نصل ويكون مشاهدنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من قناتكم كابفانكاتغ تيفي شكرا لكم دائما على طيبة الإصغاء والمتابعة هذه الأخبار وعينها تجدونها دائما على موقعنا الإلكتروني كابفانكاتغ بوان تيفي في أمان الله اشتركوا في القناة